نكملو حلقتنا دكتور شمال نكملو لكي نبغي نجاوب على واحدة رسالة ايه وخا اخيرا شو محتوى بتديل هذه الرسالة؟ هذه الرسالة؟ البارح من سالية الحسا في 12 عطت علي الإدارة ديال الـ MFM وعطتني واحدة رسالة هذه الرسالة المفاد ديالها شنا هي؟ شيكاية رفعت اخيرا رسالة من طرف النقابة الوطنية الأطباء المختصين موسيقى موسيقى هذا الرسالة ستقول مفادية لا تبلغ رئيس الحكومة المغربية سيد بن كيران الله يحفظه بإيقاف برنامج عندي دواك لأنه يدور بصحة المواطنين هذا الجواب ديالي على هذه الرسالة أولا تنصح المعلومات الخاطئة لهذه الهيئة فيما تخصني أنا أولا برنامج عندي دواك مدة ساعة واحدة ماشي جسوية وهذا البرنامج تانيا تيت بتبعيان ماشي خمسيا هالخطأ اللول تالتا تكوين ديالي تكوين ديالي حصلت على أربعة ديبلومات أو شواهد عليا من الأكاديمية العولية للطب البديل لانتاريو في كندا أنا تنقولها رغم أنني لست مرغم على الإدلاء بشواهدي علاني أنا رابعا أنا لم أقول يوما ما أنني طبيب بل أكرر في كل الحلقة أني لست طبيب بل دكتور في الأعشاب طبية هناك فرق شاسع جدا مثل دكتور القانون في القانون أو الاقتصاد هناك فرق ودائما تندكرها وتنطلب من الناس يمشوا العطاء طب هدو تقولوا بل أنا إذا كنت تخلصك وتعطي الدواء بالله نعم 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 وكذلك سوف نطلب من السلوطات المخصصة بتقنية المهنة العشابين لتحديد وتحميل كل طرف مسؤوليته. هذا الجواب اللي بغيت نجاوهد الناس. دكتور جمال كارد بصيت. لشفافيات البرنامج لأننا كإداعة محترمة موقع تحصر من المستمعين ديالها في كل أكتب هذا الوطن الغالي والعزيزة أن كيفما كان. نحن كنتكلم مع المغربة والمغربة رامح ببنا فيهم عائلتنا فيهم الناس ديالنا لمنصدقية البرنامج. نحن بغينا نقوله لأننا هدفنا ماشي هدف تجاري. بالعكس ما هو هدف إنساني. لأن الهدف هو توعية الناس إرشادهم خليتيها أنتا. لأن التدوي بالأعشاب طبيعي ماشي وليد اللحظة. يلا إحنا بدينا ولا إلا إخترعنا. هو را كان منذ الآذى القديم. كان من الغربة مكشو شدار مكشو شمره كانت قديمة. كتعرف كتدوي بالعشوب. إنه أنجوك الناس كتدوي بالعشوب. حنا خلينا كانت تعاونوا بعضياتنا وكانت بنيوا. واحد البلد اللي مشى أشواط كبيرة وملكنا نصر والله را كيتحمل المشاق الكبيرة. باش بيوا هدى البلد. هدى البلد الغالي والأعزيز باش يمشي لقدام. فعلاش هنغادي مقام تضربوا بعضياتنا. الأطيبة كيتكلموا مجهة. وانتم كذلك النفط كدوا بالأعشاب البديلة. تانتم كذلك تشغلوا في وحدكم. علاش مكشو هناك تناسق وتعاون وتساهموا بعضياتكم من أجل هدى الوطن الغالي والأعزيز. سمعي سمعي. حرام أنها تجاربت الضائفة. وحرام أنها تنظرش على الأطيبة. خليفين يداروكم ومالأغلبية تحبونها وتيبغيونها. وتدوي الدخل الساكن البوادي واللي في القورن الرائية. ما قدرش تغطي الصحية أن نتوصل لهم. لان ما كيش مساحات. مجكل وغلا. بكلمة المعروفة. ما كيش مساحات في كل مناتق المملكة. إحنا يبغينا نداوي. فحنا كنا نعطل نبداك شيء للمكبرم الله. طلق بسيدة. وشعبم. و مجربة و غير ضارة و مكدر شيء هذي كنتوضيح لان انت عندك الحق كالتنم نجا وغير واحد سؤال اولا الاغلبية القطيبة يحبونا تيبغيونا و بزاف القطيبات يموتو على العشو و مش القطيبة صايا دي لابنبسا انسي دوح المعلومة بين عريضتين انا اللي تنهضر تصلوا بي شحال دي المختبرات طيبية لا بغيت نقول لك داب الاسماء دابا عدي ميم كونترا عدي في الدار محتوطين و كل شي كون بغيت الفلوسك و رواسينيت في البلاسة الصيادية متصلين بي بزاف الهيئات متصلين بي كون بغيت الفلوس سمع يا اختي احنا فهد لي ما بلي في احنا توري حبوس يا لسح دينا كي نزم زم اصفار ما خلت ما طلباتي مني باش نبشي لستعودية ونشبع فلوس لا خليك دكتور كورو بدون ذكر اسماء او شركات احنا دواعينا مشي تجاري باش نمشي العمراء وكل شي ومطلوب تتابع في هاد برا انا اللي تهمني اخوتي المغاربة نعطيهم دك شي فابو رمتن رمتن ما ترسل تلو من ابحات ما دا بل احنا المغاربة نستبدو منو نزيدك حاجة اخرى استهدها يا ابناء ياك اتي اللي تياخده اشن هو لتيزان اللي تياخده اشن هو شل العضا اللي تياخده اشن هي الماكلة اللي تياخده اشن هي را كل عشوب نعطيه مثال بصيد البصله البصله خيزه را هم اشدوره دي العشوب دونك راحنا تلاخده العشوب غير خاس في واحد الناحية خاس الواحد تكون عدو ديراية تو عدد ديراية لاتا راحنا ما تنضروش المواطن ما تنحاولوش نضرو المواطن لا تنبغيو نعاونوه بحويش بصاد يالله ذكرتي اختي انتي سومية اش ما هو المساكن الناس اللي في الجبال واللي في المناطق النائية واللي بعاد ودك شي اش غير يديرو هاد الناس را ما عندهمش الفلوس ما عندهمش قودرة بوصلات ما عندهمش تحاجة على الاقل القوشي القو باديل اللي همش يحويش بصاد اللي عندهم في الظهر واللي ساهلة واللي سقدر تشافيهم اذا كارد على هاد الناس تحنا رغا نتصلوا بسلطات مخصصة ونطلبوا منهم اشنا ينصفوا الشعب المغربي ماشي تانا نرمى تنسى نقولها نرمى تنسى والو نرى اير واحد من الشعب واحد من العامة نرمى فيها لا تكبر ولا والو انا را نقولها دائما هنا انا ما زالت نتعلم راه طول عمري وحتى الموت انتعلم انا را كنت معك وشر والبارح هادك الحسين لي طول عمره راجل كبير وكل شي راه الكتاب ديال وشتو كتبوا في سعمية واحد وخمسة بتيس طي قد صخت عدو 24 كتاب للأسف علش حنا المغربة مستفدوشي من هاد هاد التجاري دياله الناس هاد تهدرسي وانتعاونوا بيناتنا هاد شيء هاد حلم اذا هدالك انت شافي في البرنامج انت وبتي حق الرد احنا قولنا لك هذا الحق هذا دكتور جامل واكيد المسترار القانوني ستأخذ لجرها وكذلك تويت المواطنة المغربية كيفما قلنا هنه هدفنا انساني بقدر ما هو اي هدف تجاري اخر اشتركوا في القناة